لماذا نصوم؟ سؤال قد تتنوع فيه الإجابات أولاً الصحة يجيب من يعتني بأمور الطب والصحة الجسدية مستندين إلى الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا ثانياً الشعور بالفقراء يجيب من يهتم بأمور المجتمع والفقراء ففي حديث الإمام الصادق عليه السلام إنما فرض الله عز وجل الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك أن الغنية لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لأن الغنية كلما أراد شيئاً قدر عليه فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغنية مس الجوع والألم ليرقى على الضعيف فيرحم الجائع ثالثاً الصبر يجيب من يولي الأولوية لأمور التربية النفسية حيث أن الصوم يقوي إرادة الصبر في الإنسان وفي الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً لما أصابه من الجوع والعطش رابعاً إذهاب الكبر والتذلل لله يجيب من يلتفت إلى خلقيات الإنسان ففي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلاوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات تسكيناً لأطرافهم وتخشيعاً لأبصارهم وتذليلاً لنفوسهم وتخفيضاً لقلوبهم وإذهاباً للخيالاء عنهم لما في ذلك من تعفير عطاق الوجوه بالطراب تواضعاً والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراً ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذلل خامساً التحرر من سيطرة الشهوات يجيب من يتعمق بالأخلاق الباطنية التي تتعزز من خلال سيطرة العقل على قوى الشهوة والغضب والوهم بحديث الإمام الرضا عليه السلام في بيان فلسفة الصوم مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات سادساً تثبيت الإخلاص يجيب من تجذبه العلاقة الخالصة مع الله تعالى بحديث السيدة الزهراء عليها السلام فرض الله الصيام تثبيتاً للإخلاص سابعاً تذكر الآخرة وقد يجيب من يقدم الآخرة في تفكيره ومسلكه بأن الصوم هو لتذكير الإنسان بالآخرة معتمداً على ما ورد من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه